موسيقى السلطات الخليفية وفي اطار حملاتها القمعية المتواصلة ضد الشعب البحراني اقدمت وفي اجراء هستيري على استدعاء 12 ناشطا حقوقيا ومعارضا سياسيا ومن بينهم المناظر ابراهيم شريف وزوجته القيادية في جمعية وعد فريدة غلام والمحام البارز محمد التاجر والحقوق عبدالنبل عكري والناشط ابتسام الصائق وفاطمة الحلوات وآخرين هذه الاستدعاءات تأتي استباقا للمراجعة الدورية الشاملة التي تجريها هيئة الامم المتحدة لسجل البحرين الحقوقي اوائل شهر مايو المقبل وهو السجل الذي اصبح اسوأ بكثيرا مما كان عليه عند صدور توصيات المراجعة الدورية قبل اكثر من اربع سنوات وباجماع المنظمات الحقوقية المحلية والدولية هذه الاستدعاءات تكشف لمبالاة السلطات الخليفية للمجتمع الدولي وخاصة المجلس حقوق الانسان التابع لهيئة الامم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الانسان التي من فكت توجه لهم السلطات الخليفية الانتقادات والكلمات الجارحة وكما وصف وزير الخارجية الخليفة المفوض السامي زيد بن رعد بمن لا حول له ولا قوة هذه الاستدعاءات يضاف لها عمليات الاعدام والتصفيات الجسدية الاخيرة وخنق كافة اصوات المعارضة تثبت ان الدول الكبرى وخاصة بريطانيا والولايات المتحدة اطلقت يد النظام لسحق المعارضة البحرانية لكن الشعب البحراني لم ولي يستكين ويستسلم لهذا القمع ولي يتراجع وحتى تحقيق هدفه في اسقاط حكم عائلة آل خليفة الطاغية وتقديم كافة رموزها لمحكمة الشعب لينالوا جزاءهم العادل على مقترفة ايديهم من جرائم بحق البحرانيين ومن نصروا الا من عند الله العزيز القدير اشتركوا في القناة